أخبار فرقتنا النهارة خليني أقول لحضراتكم أن الجهاز الفني طبعا الفريق الأول بقيادة موسيماني إدى الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة والمفروض أن التدريبات تكمل بكرة الخميس إن شاء الله وده استعدادا لمواجهة طلاقع الجيش في نهائي كاس مصر المقرر هتكون إن شاء الله يوم السبت اللي جاي على أستاذ القاهرة طبعا بعد نتيجة مباراة مبارح كده تأكد أن الأهلي هيقابل في جيش مرتين في مباراتين الأولى هتكون نهائي كاس مصر يوم السبت إن شاء الله والمباراة تانية في السوبر المصري المقرر إقامتها بين الدورين للدوري الممتاز وطبعا لحد دلوقتي ما تحدتش معادها النهائي ليه ده هيحصل؟ ليه المباراتين دول؟ ده وفقا لما تنص عليه الليحة الموجودة بإقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو طبعا الأهلي وهيكون طبعا بطل كاس مصر طب دلوقتي إن شاء الله في حال فوز فريق واحد بالدوري والكاس يعني إن شاء الله لو الأهلي خاد الكاس كده الليحة هتنص وقتها على موجود بطل الدوري لصاحب المركز التاني لكاس مصر طيب خليني نروح لمنتخب الشباب وإحنا يمكن نتكلمنا أكتر من مرة على موضوع منتخب شباب مصر وقلنا حقيقة وفي أوقات كتيرة جدا حاولنا نوصل صوت كابتر ربيع ياسين للمسؤولين لكن يبدو إنه ما فيش استجابة الحقيقة كابتر ربيع ياسين بيجدد مطالبه وهو مدير فني طبعا لمنتخب الشباب يطالب جميع المسؤولين إنه يبقى فيه شوية اهتمام بالمنتخب الشباب خصوه إنه بهمس المصر فده شيء طبيعي جدا مطلوب إنه يكون فيه توفير وقت مناسب عشان يقدر يسافر لتونس بدري ويصحب بالعدد المطلوب من اللاعبين في ظل طبعا حضراتكم عارفين إصابات كورونا اللي ابتدت تنتشر في الملاعب يمكن واحدة من المداخلات قال فيها كابتن ربيع ياسين مع كابتن شوبير في إحدى الإزاعات يعني إنه ما كانش متوقع تماما إنه يتم إلغاء المطشين الوديين اللي كانوا هيجمعوا منتخب الشباب المصري مع المنتخب السعودي خصوصا إنه ده يعتبر آخر فرصة أو آخر معسكر للمنتخب قبل ما يشارك في تصفيات رسمية وفيه غياب تسعة لعيبة من منتخب الشباب وكان الحقيقة عايز يسافر مع اللعيبة بعد ما وصلت جدول التصفيات والحقيقة كابتن ربيع اتكلم في النقطة دي على الفكرة مش أول مرة قال كمان إنه هو كتب مذكرة لاتحاد الكرة بيطالب فيها بضرورة سفر منتخب الشباب لتونس يوم 6 ديسمبر اللي جاي عشان يشارك اللعيبة في نهاية كاس مصر وقال إنه بيرفض أي تأخر عن معاد 6 ديسمبر مش بيشتكي على حد تعبيره لكن خايف جدا على سمعة المنتخب وخايف جدا على النتيجة اللي حقق المنتخب في التصفيات وقال بالنص كده منتخب الشباب دخل في مرحلة الخطر وقال كمان إنه قبلك دكتور جمال محمد المشرف على المنتخب وده كان في حضور كابتن محمود سعد بخطورة الأمر في جلسة تمت بينهم بالأمس أعتقد إنه لما بنتكلم على منتخب شايل ومش بس في كورة القادمة الحياة في أي رياضة كان شباب كان أوليمبي كان منتخب أول مدام فيه اسم مصر لابد أن هذا المنتخب قد دعمه الاهتمام من كافة المسئولين ومن كافة الأندية أيضا فأنا مش شايف أي منطق أو أي مبرر يخلي كابتن ربيع ياسين كل فترة يطلع يشتكي ويطلع يستغيث ويطالب من الأندية ويطالب من الاتحاد ويطالب من كل من هب ودب وليه علاقة بكورة القدم إنه يدعم منتخب الشباب واللي مش مفهوم أكتر إنه كمان ما يكونش فيه استجابة لهذه المطار كلمة منتخب الشباب في خطر دي صعبة أوي يعني فعلا حاجة فيها اسم مصر يعني ما ينفعش ما يكونش فيه أي اهتمام من المسئولين هي الفكرة مش بس كده يا سهرة الفكرة إنه الكلام ده مش جديد الكلام ده بقاله فترة طويلة وإحنا يمكن يعني نقلنا صوت كابتن ربيع ياسين أكتر من مرة في السادسة لكن هو الغريب في الموضوع إنه الواضح إنه مفيش استجابة يعني مفيش حد بيستجيب أو مفيش حد بيساعد كابتن ربيع خلينا نروح لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد طبعا كابتن حسن مصطفى الليازالي بيتوقع إن تقام بطولة كاس العالم لكرة اليد في مصر بحضور جماهير يمكن كابتن حسن مصطفى قال في تصريحات صحفية لجريدة ألمانية ردا على الاستفسار حول موضوع الجماهير ده إنه بنخطط فعلا دلوقتي نحن ننظم البطولة بالجماهير وطبعا مش هتكون بكامل طاقة الملعب يعني هيكون الموضوع اعتمادا على الملعب ووضع كوفيد-19 أو فيروس كورونا يمكن كانت أثارت يعني إقامة بطولة كاس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخب في الفترة ما بين من 13 لحد 31 يناير اللي جاي جدل في ضوء الوضع غير المؤكد طبعا بسبب جائحة فيروس كورونا ويمكن بعض المحترفين الألمان وأندية البونز ليجا كمان مؤخرا كانوا بيتكلموا عن شكوكهم يعني أنه إزاي هتقام البطولة دي في الوضع ده بس الاتحاد الألماني لكرة اليد ما شككش أبدا في المشاركة في البطولة وكمان كابتن حسن مصطفى قال أن فيه مناقشات كتير قوي بتحصل في الموضوع ده خاصة في ألمانيا بعد ما أثبت المنتخب الوطني حالات إيجابية بعد مباراة دولية لكن الظروف بطولة كاس العالم هتكون مختلفة تماما لذلك كان يعني بيأمل إن هو إن الناس كلها تبقى شايفة كده وإن المباراة طبعا تقدر أو البطولة تقدر تقام بجماهير وبشكل مناسب ويشرف طبعا اسم مصر إحنا يهمنا طبعا إن البطولة تقام بحضور جماهير يعني أبتها لي إن حضور الجماهير المصرية في بطولة العالم كرة اليد في المدرجات حتى ولما ما كانش بتتقل استيعابيها الكاملة هيساهم بشكل كبير في إنه البطولة تكون نجحة طيب نروح لروبرتسن أندي روبرتسن اللي تكلم الحقيقة وحضراتكم عارفين إنه فيه كلام كتير للفترة الأخيرة يعني بعد تقلق ماني وصلاح في ليفر بول كان كلام كتير جدا بيتردد على إنه فيه مشاكل كبيرة ابتدت تبقى موجودة بين الاتنين اللي إحنا بنطلق عليها بين قوسين كده حالة نفسنا بما إنه الاتنين هدفين والاتنين بينفسوا دايما على بطولة الأحسن لعب في أفريقيا والاتنين بينفسوا على لقب الهدف في إنجلترا في البريمير ليج والاتنين بينفسوا على مين ممكن يكون أفضل لعب داخل الليفر بول لكن الحقيقة أندي روبرتسن في واحد من الحوارات بتاعته اتكلم على العلاقة بين ساديو ماني ومحمد صلاح وقال إنه الاتنين سواء برا الملعب أو جوا الملعب الاتنين في حالة انسجام شديدة جدا وإنه ما فيش أي صحة الكلام اللي بيتردد على إنه العلاقة سيئة ما بين سلاسي وكمان يمكن أضاف كمان وجود فرمينيو معاهم بين سلاسي هجوم ليفر ويمكن كان ليه في هلسفها أو في رده يعني رجل كان بيتكلم الحقيقة بوجهة نظر بتقول إيه؟ بتقول إنه اللعبة دي انضمت لنادي ليفر بول وبتاخد أجر من نادي ليفر بول عشان تكون أنانية جوا الملعب إحنا كفرقة بنبقى منتظرين من السلاسي ده إنه هو يسجل لنا الأهداف عشان كده مش مفترض إن إحنا نترجم حالة المنافسة أو حالة الرغبة في إحراز الأهداف على إنها خلاف بين اللعبة أو على إنها أنانية أو تفضيل للذات على حساب الفريق أو على حساب الزمل وأكد مرة تانية عن إنه العلاقة خارج المستطيل وجوا المستطيل بين السلاسي الهجومي لليفر بول على أحسن ما يكون طيب نروح لريال مدريد طبعا اللي بيعاني خلال الفترة الأخيرة من سوق في النتائج على المستوى المحلي والقر يعني بعد منبارح خسر قدام شختار بهدفين في الجولة الخامسة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وده العقد موقف الفريق في مجموعته كده أصبح بقى زين الدين زدان الأسطورة بيواجه شبح الإقالة من منصبه ويمكن صحيفة موندو دي بورتيفو الإسبانية قالت إن الوضع الحالي داخل ريال مدريد مش كويس تماما بعد سلسلة نتائجة تلبية للملكي وقصارت خمس مباريات طبعا خدها الفريق الموسم ده يمكن كمان أضافت الصحيفة إن الأمور داخل إدارة ريال مدريد بتتجه نحو الإطاحة بزين الدين زدان طبعا من تدريب النادي الملكي بس ده هيتم تأجيله للثلاث مباريات اللي جاية يعني ده هيتوقف على الثلاث مباريات اللي جاية واللي هم المفروض هيكون طبعا مواجهات في الدوري أو في الليجة في الدوري أسبانيا هيكون إشبالية أتلاتكو مدريد وكمان مع بروسيا مونشنجلات بخ في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا طيب نروح لخبر متعلق بحسين الشحات وطبعا للأسف الشديد يعني المشهد الوحيد الأساء وإحنا عادنا نتكلم ونقول ويا جماعة وصورة مصر ونتمنى أن اللقاء يعبر عن رقي وتحضر للأسف الرسالة ما وصلتش وللأسف يمكن على مدار التسعين ديه كنا حاسين أن الصورة تكاد تكون مكتملة يعني الصورة كانت كويسة لكن المشهد بعد انتهاء المباراة وبعد أعلان الحكم لصفرة النهاية ما كانش على أحسن ما يكون حضراتكم عارفينه فيه اشتباكات يعني هي ما ظهرتش بشكل كبير طبعا على الشاشات لكن ظهرت من خلال تسجيلات شخصية صواب كاميرات موبايل أو كده على مواقع التقاصل اجتماعي الاشتباك اللي حصل بين مصطفى محمد وبين حسين الشحات بعد نهاية المباراة كان مشهد سايق جدا 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 ولا يليق بداية بلعبين كبار في أندية من أكبر أندية الوطن العربي وأفريقيا النادي الأهلي والنادي الزمالك ولا يليق أيضا باثنين من لعيبة دوليين مفترض أنه جزء كبير جدا من تركبتهم ومن معايير انتقائهم فكرة السبات الانفعالي وعدم التعرض لأي استفزاز من أي نوع والسيطرة على النفس حتى في أصعب اللحظات أنت في يوم الأيام حتكون بتمثل منتخب مصر في بطولات دولايات وطبعا هو لم يتم يعني وضع المعايير دي أو النقاط دي في الاعتبار بقى شكل من الأشكال وكان فيه اعتداء قاسي جدا على حسين الشحات أنا ما شفتش إيه سببه اللي سمعته أنه كان فيه كلام حصل كان رد فعله حالة العنف اللي تم ممارستها ضد حسين الشحات المهم نتج عن الموضوع ده أنه الاتنين اضطردوا والاتنين تم إيقافهم أنا أكلم على حسين الشحات وده الخبر اللي يخصنا أنه حسين كان مفترض أنه هو يتم إيقاف المباراتين النهاردة النادي الأهلي تلقى اختب رسمي متحاد الأفريقي بيقول أنه حسين الشحات من حقه يلعب إن شاء الله مبارات السوبر أنا كان في ظني أنه حسين نتيجة التارد بتاع مبارات نهاية أفريقيا مش هيلعب سوبر الأفريقي لكن الحقيقة تحد الأفريقي وضح وقال أنه دي بطولة مختلفة الإيقاف هينطبق على مشاركة النادي الأهلي في دوري أبطال الأفريقي إن شاء الله الموسمي اللي جاي وبالتالي من حق أحسين الشحات أنه يلعب مبارات السوبر أنا مش عايز أتكلم على الواقع لكن كمان أنا لفت نظري جدا الاعتداء السافر اللي عمله كاسونجو اللي ما سمعتش أي حد الحقيقة لا سمعت عقوبة على الفعل ولا من نادي الزمالك ولا من التحدي الكورة ما سمعتش أي حد الحقيقة لأقل تقدير على وسائل الإعلام أو على قنوات أو البرامج المحسوبة على نادي الزمالك استنكر أو رفض أو قال إنه ده لها صح بشكل من الأشكال حسين الشحات قصة مهمة جدا من المحتاجين نقف معاها نجم كبير ما فيه شك ولعيب عنده مهارات وليه بصمة وليه شكل وليه لون استثنائي ده أكيد مفهوش شك تطلع معاه مرة تنزل معاه مرة دي مش القصة الأهم إن إحنا ندعمه والدرس الحقيقي اللي إحنا تعلمناه على مدار السيزن ده تحديدا إنه في أوقات كتيرة جدا اللعيب اللي ممكن يكون بر حالة التقلق أو حالة التواهج مطش أو مطشين ممكن يكون حاسم وممكن يكون مؤثر جدا في مباريات فاصلة ومش هقول أسماء لكن ده حصل معنا كتير جدا مع لعيبة في وقت من الأوقات جماهرنا ما كانتش راضية أو كانت بتنتقد بشكل كبير المستوى والأداء جاءت نفس الأسماء ونفس اللعيبة التي تعرضت لحملة انتقادات كانت فاصلة وكانت حاسمة ورفعها جماهير النادي الأهلي فوق الأكتاف